يهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كفعالكم يا جماعة إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة عافية أهلا وسهلا بكم في برنامج القصة البرنامج اللي نتكلم فيه عن قصص الممثلين والممثلات وعن أهم أعمالهم وبطلنا لهذا اليوم وبناء على تصويتكم الأخير في منتدى اليوتيوب رح يكون الممثل كيفين سبيسي فعلى السريع عزيزي الوجيه تعال وخلينا نتعرف على هذا الممثل وعلى ماضيه وعلى قضيته وعلى كل المصائب اللي تورط فيها قبل ما نبدأ أتأكد أنك مشترك في القناة لو ما كنت مشترك وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي أول بأول والأهم من هذا كله عزيزي الوجيه لا تنسى تضغط لايك لأنه مرة مهم بالذات الأيام هذه لأني ينعو غير كذا أربط حزامك ويلا نبدأ كيفين سبيسي فاولر أو مثل ما عرفناه باسم كيفين سبيسي وهو ممثل ومنتج وكاتب سيناريو ومغني برضه يا بعزيز الوجيه كيفين سبيسي مغني وعنده صوت كلاسيكي جدا رهيب أمم أنت مصدقني من جدك أوكي شغل يا مخرج وليت سبيسي في 26 يوليو من العام 1959 أي أن عمره إلى تاريخ هذا الفيديو هو 61 سنة أمه قبح الله وجهها كاتلين آن وكانت تشتغل في مجال السكرتارية وأبوه قبح الله وجهها توماس وكان يشتغل كمراسل ومستشار معلومات ليش تقول قبح الله وجههم؟ استعجل علش حب حب عزيزي الوجيه كله حيجي في الطريق هل أنت مستعد للصدمة عزيزي الوجيه؟ تحسبني بقولك أن أمه وأبوه انفصلوا كالعادة صح؟ ولا أمه وأبوه ماطع أمه وأبوه؟ لا 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 صدقني بعد الكلام اللي بتسمعه راح تقول ياليت أمه وأبوه انفصلوا ياليت أمه وأبوه ما خلفوه أصلا ياليت أمه وأبوه ما طلعوا أمه وأبوه خلق معها يا بس كيفين سبيسي وأبوه يا جماعة عندهم ماضي ملوث وقدر جدا إن صحت الشائعات والقصص المنتشرة عندهم قصص مرعبة وأقرب إلى الخيال صحيح إن كيفين لا يقارن بدناءة وقلة حياء أبوه ولكن في النهاية هذا الجرو من هذا الكلب إن صحت الشائعات برضه كيفين سبيسي يا جماعة كان عنده أخ وأخت أكبر منه وهو ثالثهم يعني هو آخر العنقود أخته يفترض أنها بنتي مسكينة وعلى قد حالها وأخوه كمان الكبير يفترض أنه مسكين وعلى قد حاله وكيفين سبيسي يخلونا نقول إنه قدر يأخذ راحته في البيت أو إنه كان أقل بؤسا من باقي أخوانه يعني يكونه أصغر واحد ويمكن كان يحصل على معاملة خاصة هيا تعال اسمع يقول أخو كيفين سبيسي الكبير راندال إن أبوهم كان متحرش ومناهض للنازية وعنصري وقاسي وقذر إلى أبعد حدود بل إن أبوهم كان يتحرش فيه وهو صغير ويعنف بأسوأ الطرق هو وأخته كيش قصدك بأسوأ الطرق يا وجيه اللي أقصده إنه راندال يقول إن أبوه تحرش فيه أكثر من خمسين مرة وهو صغير لما كان عمره كم؟ 14 سنة أنت بتتكلم عن أبو كيفين سبيسي يا وجيه متأكد ياب أتكلم عن أبو كيفين سبيسي كان يتحرش فيهم وهما صغار ويضربهم ويعنفهم مش كلامي كلام الأخ الأكبر لا أزيدك من الشعر بيتي يقول راندال إن أمهم كانت شايفة وساكتة أو مسوية نفسها هبلة إنه أوه ماس يضربهم يربيهم نو كانت سوق الهبل في يوم من الأيام يا جماعة راندال أخو كيفين الكبير كان جالس في البيت الحال وسمع صوت أبوه جاي من برة وكالعادة كان متعود يا ينضرب يا يتحرش فيه يا يتعنف يا يأكل تراب فدائما لما يسمع أبوه جاي من برة يهرب يتخبف أي مكان إليه انتهدأ لو ضاع وينام أبوه ويرجع يخل ذاك اليوم ما كان في أحد في البيت راندال هرب ودخل داخل دولاب الملابس وقفل على نفسه الباب متخبي من أبوه أبوه بدأ يدور عليها البيت تحت الدرج في المطبخ مدري وين راندال هو وجوة الدولاب كان خايف مرة ومرعوب كان عمره مدري كما 14 و 15 سنة لقي في الدولاب سلاح كان حق أبوه أغم سدس راح راندال أخذ السلاح ومسكه وقام ووجهه على الباب يقول راندال لو أبوه يفك الباب هذاك اليوم كان أطلقت النار عليه وزي ما تيجي تيجي ولكن ولي حسني حظي الأب إنه ما فتح الدولاب ذاك اليوم بالرغم من إنه كان يدور على ولده في كل مكان إلا هذاك الدولاب يقول راندال كنت متخبي في هذاك الدولاب في الظلامة الدامس بس حسيت بشعور أمان عظيم ما حسيت بنفس هذاك الشعور لا مع أمي ولا مع أبوي آه مسكين راندال إن صحة الكلام يحكي راندال برضو قصة ثانية يقول فيها إنه كيفين سبيسي وأمه كان بينهم كيف أقولها ما أقدر الزاني ينعطب لما كيفين سبيسي وأمه كانوا إن صحة الكلام غير إنه كمان يحكي إنه كيفين كان إنسان غريب أطوار وكان يحمل داخله شر من نوع مختلف لعله هذا الشر والغرابة اكتسبها بسبب قسوة أبوه عليه وتعنيفه وضربه وربما تتحرش فيه وعلشان أقول لكم قديش كيفين سبيسي وأخوانه عاشوا طفولة جدا قاسية وغريبة من نوعها تخيلوا في يوم من الأيام كيفين سبيسي كذا كان متكي في الفناء أو أي أن كانت المساحة اللي هو جالس فيها وقدامه كان فيه بيت شجرة بيت الشجرة ده بيت مين؟ بيت أخته كانت تدخل تلعب بيت الشجرة وناسه واو فلا حلو بيت الشجرة مرة ممتع للأطفال راح كيفين سبيسي كذا بدون سبب شي الكبريت حرق بيت الشجرة حق أخته عن بكرة أبيه تماما وحولوه إلى رماد هو والشجرة والأطباء النفسيين يقولون أن الطفل اللي يميل إلى حرق الأشياء وتدميرها هو الطفل عاش طفولة جدا سيئة وعنده كبت فيحاول يخرج طاقته ما بتكسير الأشياء أو حرقها وهذا الشي يشرح الكثير على كل حال كعقاب لكيفين سبيسي لأنه حرق بيت أخته اللي بيت الشجرة أبوه وأمه أخذوه أرسله إلى أكاديمية عسكرية للصغار جلس فيها فترة وبعدها طردوه من الأكاديمية بس ليش طردوه يا وجيه لأنه شال كفر سيارة ورماع على واحد من زملائه في الأكاديمية بغي يجيب عمره فقالوا له أطلع بره أطلع بره أطلع بره أبوه الطفل هذا مجنون لا تجلسوا عندنا أطلع بره وطردوه بالفعل وكمان ذكر راندال أخو كيفين الكبير أنه كان يعتقد أنه كيفين هو الأخ المدلل والصغير واللي ما تعرض للضرب ولا للتحرش من أبوهم كان يعتقد لأنه كان دائما ما يقضي أوقاته بره البيت أو هارب أو يدور على شغل أو أي شيء المهم أنه ما كان يجلس في البيت كثير كان يهرب يفقع عارف أنه البيت هذا فيه أب شرير فكان يهرب أغلب وقته بره ولكن بعد قضية التحرش اللي تم اتهام كيفين سبيسي فيها أخوها الكبير غير كلامه تماما يقول راندال بعد ما سمعت أنه أخويا الصغير تم اتهامه بالتحرش الجنسي بالصغار ومن ذا الكلام بديت أشك أنه طالع على أبويا وأنه هذا الكلب من هذاك الخنزير وأن كلهم متحرشين قذيرين إن صح الكلام طبعا في مرحلة ما من الضغوطات والهم والشقة والألم والمعاناة الأخ الكبير ترك البيت وراح يشتغل كسائق لموزين والأخت فقعت شالت نفسها وانحاشت راح تشتغل موظفة إدارية أو شيء زي كذا كيفين سبيسي برضو في مرحلة ما فقع شال نفسه وراح يشتغل ويدور على فرص في التمثيل بل إنه كيفين سبيسي غير اسمه من كيفين فاولر إلى كيفين سبيسي كده اسم جديد قرر إنه هذا this is new me هذه حياة جديدة أنا راح أرمي الماضي ورايا وأبدأ حياتي بنفسي ويقول راندال المسكين إنه إلى يوما هذا ما ندري هو عايش ولا ميت ولا إشوضعه بس إنه عمره يفترض 64 سنة إذا كان باقي عايش لأنه أكبر من أخوها كيفين بكم سنة ألم يقول راندال إنه إلى يوما هذا حارم نفسه من إنه يخلف أطفال ليش؟ لأنه خايف إنهم يرثوا صفات جدهم وعمهم القذرة ويضيف متحرشين جدد إلى المجتمع ليسوا مجرد أطفال ويقول راندال برضو إنه في احتمالية كبيرة إنه الأب تحرش كمان في كيفين سبيسي وفي أختهم ربما عنفهم وضربهم برضو ولكنه ما يقدر يجزم ولكن بعد ما شاف إنه أخته هربت وأخوه هرب وغير حياته تعتقد إنه برضو الأب تسوا فيهم نفس اللي سواه فيه تفين الكلام هذا كله اللي قلناه من بداية الفيديو إلين قبل شوية؟ متى انتشر سنة 2017 بعد ما تم اتهام كيفين سبيسي بالتحرش الجنسي القضية هذه يا جماعة أول ما طلعت سنة 2017 سوته الليلة الصحف والمراسلين والمجلات والأخبار الكل صار ينبش وراء ماضي كيفين سبيسي يبيعرفوا هل الولد هذا أول شخص تم التحرش فيه وإلا فيه ماضي قديم عن كيفين سبيسي وبطريقة ما الصحف والمراسلين قدروا يوصلوا إلى راندال أخو كيفين سبيسي والأخ ما قصر كب أم أم العشاء وطلع فضايح أخوه فضايح أبوه فضايح أمه كل شي صار في ماضي كيفين سبيسي وعائلته إن صح الكلام بالذات إنه هو كيفين سبيسي ما هم على علاقة ولا كأنهم أخوان من زمان ما شافوا بعض ولا جلسوا مع بعض إن صح الكلام حلو الكلام حلو الكلام هيا تعالوا خلينا الحين نحكي قصة قضية كيفين سبيسي ومشاكله الأخيرة مع هوليوود سنة 2017 يا جماعة طلع الممثل أنثوني راب بتصريح فجر أم الدنيا لايكات وديسلايكات طلع وقال إنه كيفين سبيسي تحرش فيه لما كان عمره 14 سنة أوف يا ساتر يقول أنثوني راب يا حبيبي أنا كنت مشارك في مسرحية وكيفين سبيسي كمان كان مشارك في مسرحية مختلفة ولكن في نفس المسرح وبعد المسرحية كيفين سبيسي وقتها كان عمر كيفين سبيسي 26 سنة شاف أنثوني رابز وقال له كيف حوالك طيب فرصة سعيدة إيش رايك تيجي معاي البيت عندنا اليوم حفلة كده في الليل نجتمع مع مجموعة من الاستقاء نلعب وننبسط ونضحك ونفلة أنثوني راب قال له أوكي واي نات أنت ممثل كبير وأنا ممثل كبير يالله مش هنا يقول أنثوني راب والله بالفعل رحت معاه وانبسطنا وفلة ورقص وزحف وناسة وأي شيء ولكن في نهاية الحفلة جاني كيفين سبيسي هو ساكران فل جاني في نهاية الحفلة بعدما الناس مشوا وشالني غصبا عني ودخلني إلى غرفة النوم ورماني على السرير وحاول يتحرش فيني الكلام هذا متى سنة 1986 ومتى تم تنبيشه سنة 2017 كيفين سبيسي شاف الخبر في السوشال ميديا وشاف الناس كلها بتسب وتشتم فيه على طول راح ونشر تصريح مباشر كيفين سبيسي في تصريحه قال حقيقة ما أفتكر اللي صار ولكن في حالة أنه صار أنا آسف والله يعني هو معترف ولا مو معترف يعني يقول أنا ما أفتكر أنه صار ولكن لو أنه صار فعلا أنا آسف وكمان في نفس الفترة اعترف كيفين سبيسي إنه عنده ميول جنسية مثلية ما أعرف وش العلاقة أتوقع أنه زاد الطيم بله ولكن يب صرح بهذه المعلومة ولكن إلى وقتها ما كان في قضية ولا في شيء مجرد اتهامات وكلام وكذا فجأة يا حبيبي بعد التصريح هذا حق كيفين سبيسي وبعدما الولد أنثوني راب تكلم وقال هذاك الكلام عن كيفين سبيسي يطلع لك حوالي 15 شخص كلهم يتهمون كيفين سبيسي إنه تحرش فيهم في مرحلة ما من عمرهم يفترض يعني أنه أنثوني راب خلاهم يتشجعون ويطلعون من صمتهم ويطلعوا فضائح كيفين سبيسي اللي يقول كيفين سبيسي تحرش فيني وأنا مدري وين واللي يقول مرة صحيت من النوم لقيت كيفين سبيسي نايم جنبي ولا أدري كيف صحيت وأنا نايم جنب ونومني خدرني ما حد داريش السالفة واللي يقول كيفين سبيسي أعطاني ساعة قيمتها 5000 دولار ما يبغاني أتكلم لأنه تحرش فيني طلعت صحفية ثانية تتهم كيفين سبيسي إنه تحرش بولدها لما كان عمر 18 سنة كلام كثير طلع على كيفين سبيسي هذه كالسنة وقضايا كثيرة تم استدعاء فيها كلام زي كده يا جماعة صعب جدا إنك تقول عنه حقيقة أو مجرد وهم لو إنه من شخص واحد ولكن لما يطلع لك أكثر من شخص يوجهون اتهامات متشابهة لنفس الشخص شيء يدعو للتساؤل إن صح الكلام بعد هذا الكلام والفضائح اللي طلعت على كيفين سبيسي الغير مثبتة نتفليكس على طول طردت كيفين سبيسي من مسلسل هاوس أوف كارتز وأكاديمية الأيمي كمان طردوه من استضافة حفل جوائزهم هذهك السنة والمخرجين وشركات الإنتاج كلهم استبعدوا كيفين سبيسي من جميع أعمالهم ولكن مؤخراً وبعد سقوط بعض الاتهامات بسبب إنه لا يوجد دليل ضد كيفين سبيسي بدأ كيفين سبيسي يشتعيد قوته يرجع إلى عالم هوليوود بشكل تدريجي وعن طريق أدوار ثانوية طبعاً كيفين سبيسي ما سكت بعد سنة من اتهامه بالتحديد سنة 2018 راح كيفين سبيسي ينزل فيديو على اليوتيوب وهو متجسد بشخصية فرانك من مسلسل هاوس أوف كارتز ثاني يتكلم بطريقة جداً غريبة ومزعجة وكيه نفس الشخصية اللي في المسلسل بس تحس إنه ياقش إيش إيش تبغى إيش تبغى ويحاول في هذاك الفيديو إنه يوجه فيها رسائل غير مباشرة للجمهور يقول لهم فيها إنه الاتهامات اللي توجهت له غير صحيحة وإنه لازم تتأكدوا وطالما إنه ما في دليل ما في جريمة والفيديو يا جماعة ضرب 12 مليون مشاهدة بعده في سنة 2019 نزل كيفين سبيسي فيديو ثاني على اليوتيوب وكان عنوانه kill them with kindness أو اقتلهم بطيبتك أو لطافتك وبرضو الفيديو ضرب حوالي 4 مليون مشاهدة بعده وكمان في سنة 2020 نزل كيفين سبيسي فيديو ثالث على اليوتيوب وكأنه يحاول يهون على الناس مصابهم في فيروس كورونا سوف ننجو لا شيء دائم وكمان كان يوجه في ذاك الفيديو رسائل توعوية عن الانتحار وإنه لا ما ينفع تنتحروا من هذا الكلام وبرضو ضرب الفيديو حوالي مليون مشاهدة وشوية طبعا التعليقات تحت الفيديوهات هذه كانت كلها معظمها عن تريقة ومصخرة اللي يتهموا إنه متحرش وإنه كذاب وإنه 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 ماخذين الموضوع طاقطقة ما همهم شيء وإنه لا يقول لك يا أخي ربما وربما تقدرون تشوفونا الفيديوهات موجودة على اليوتيوب وكتب بس كيفين سبيسي بالانجليزي وراح تطلع لكم قناته وتفرجوا قناته منزل فيها فيديوهات غريبة عجيبة على كل حال يا جماعة زي ما قلت لكم إلى يوما هذا ما في أي دليل واضح وصريح تجاه كيفين سبيسي ومثل ما قلت لكم بدأ يرجع لعالم التمثيل بشكل تدريجي وما راح يرجع إلا لأنه ما في أدلة وما في قضية واضحة تجاهه عادة الاتهامات اللي تم توجيهها له هو وأبوه هل هي صحيحة ولا لا ما حد راح يقدر يجزم للأسف لأنها كلها موجودة في ذاكر الطفل صغير أو أطفال صغير للأسف إن صح الكلام ولكن هذا الكلام منتشر في جميع الصحف وفي جميع أرجاء الإنترنت وأعتقد والله أعلم على حد بحثي أنه جميع الاتهامات تم إسقاطها عن كيفين سبيسي وأنه رجع للحياة وأموره طيبة وبالنسبة الوالده ميت وشبعان موت من التسعينات وأمه كمان ميته وشبعان موت من بداية الألفين هذه كانت القصة ببساطة جدير بالذكرة يا جماعة أنه كيفين سبيسي ترشح للأوسكار خلال مسيرته مرتين فقط وفي خلال هذه المرتين كلها فاز فيها ترشح مرتين فاز مرتين المرة الأولى كأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم The Usual Suspect سنة 1996 والمرة الثانية كأفضل ممثل رئيسي عن دوره في فيلم الدراما أميريكان بيوتي كلها فيلام حلوة ولكن ما أنا قادر صراحة كذا ما أنا قادر أمدحه ولا أنا قادر أسولف عنه كثير يا أخي القصص اللي قرأت عنه تجيب الهم غير أنه كيفين سبيسي ترشح لأكثر من 90 جائزة وفاز بتسعة وخمسين جائزة منها وتقدر ثروة كيفين سبيسي إلى هذا اليوم بحوالي 100 مليون دولار إلى هنا عزيزي الوجيه نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو شاركوني أراءكم في هذه القصص وهذه الاتهامات اللي توجهت لكيفين سبيسي وقلولي وش وجهة نظركم تجاه القضايا والقصص اللي انقالت هل ممكن تكون صحيحة وإلا كلها تكون مجرد مؤامرة ضد كيفين سبيسي وليش كيفين سبيسي بالذات إن صح الكلام لا تنسى الاشتراك في القناة عزيزي الوجيه لو ما كنت مشترك وشيك على سلسلة القصة في القناة في قصص ممثلين وممثلات كثيرة لا تفوتك ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب لأنه مرة مرة مهمة بساعدني كثير كان معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم